البريطانيين كانوا يستخدمون الأسلوب ذاته مع سلطان عمان كمثال وكانوا يرسلون الجواسيس وقوات من النخبة لمساعدة السلطان لمحاربة أعدائه وحل المشكلات والنزاعات على حدود عمان والسعودية لقد وجد البريطانيون أنفسهم يدعمون سلطان عمان لأنهم يملكون المشاريع النفطية هنا لكن السلطان كان من الطراز التقليدي القديم بطريقة غريبة فعندما جاء الضابط العسكري البريطاني لسؤاله عن الأسباب وراء امتناعه عن توظيف بعض الضباط العمانيين في جيشه وهذا الضابط بالمناسبة كان يدعى سمايلي التفت السلطان إلى سمايلي ورد قائلا هناك سبب لعدم قيامي بذلك كل ثورات في العالم العربي قادها ضباط لذا لن أسمح بأي ضابط في جيشه